150 حالة قتل خارج القانون هذا الرقم وثقته منظمة سام خلال العام الماضي مع بعض الحالات المماثلة من العام 2015 في تقريرها قتل متوحش أساليب القتل تنوعت بين الإعدامات الميدانية والموت تحت التعذيب والقتل عن طريق وضع المدنيين دروعا بشرية تحكي رواية لأحد أقارب الضحية وليد الإبي أن مسلحين بزي مدني اختطفوه داخل سيارة كانت تنتظره قرب منزله في العاصمة صنعة وعندما حاول بعض الجيران ثانيهم هددهم أحد المسلحين باستخدام الرصاص بحث أسرة وليد المضني عن قريبهم طال في سجون صنعة ولم ينجح في العثور عليه حتى بعد أن فارق حياته بسبب التعذيب واشترط عليهم التنازل عن القضية مقابل تسلم جثمانه ومثل ما لقي وليد حتفه قتل أيضا في باجل رجل الأعمال عبد السلام الشميري وفي إبشير شحرة وفي صنعاء حراس شركة توتال الثلاثة والباحث عادل الزوعري وفي حضرموت القيادي في المقاومة محمد بارحمة وفي تعز نبيل ناجي سعيد وغيرهم العشرات في مختلف المحافظات تقرير منظمة سام قال إن ميليشيا الحوثي والمخلوع ارتكبت ثلاثة وتسعين في المائة من جرائم القتل المرصودة فيما ارتكبت جهات مجهولة أربعة في المائة كما ارتكبت الحكومة الشرعية اثنين في المائة وارتكبت جماعات إرهابية ما نسبته واحدا في المائة من هذه الانتهاكات جغرافيا احتلت محافظة إب التي تسيطر عليها الميليشيا المرتبة الأولى بواقع سبع وعشرين ضحية تليها محافظة ذمار بواقع تسع عشرة ضحية ثم أمانة العاصمة بواقع ست عشرة ضحية ثم الحديدة بواقع خمس عشرة ضحية ثم البيضاء وتعز ثم عدن ثم بقية المناطق منذ الانقلاب أصبح القتل هو أسهل ما تقدمه الميليشيا للمواطنين وأضحى القتلة يحكمون الناس بالحديد والنار والرصاص لمن يرفع رأسه اشتركوا في القناة